59 دولة ورفضت 12 مشروع القرار الذي طرح في الجمعية العامة للأمم المتحدة بينما وافقت عليه 107 دول مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة دكتور بشار الجعفري أكد أن مشروع هذا القرار يتناقض تماما مع عنوان البند الذي وضع في إطاره مشروع القرار مشيرا إلى أنه محاولة لتمرير اعتراف غير شرعي بفصيل معين من المعارضة الخارجية وذلك على الرغم من أن هذا الفصيل منقسم على نفسه ولا يمثل حتى طياف المعارضة نفسها وقال الجعفري أنه كل ملاحة بوادر تبلور حل سياسي للأزمة في سوريا تزداد وطيرة وحجم العمليات الإرهابية على الأرض وتتسارع خطوات بعض الدول لإجهاض هذا التوجه وتساءل الجعفري إنه إذا كان فساد البترو دولار القطري السعودي قد قضى على مصداقية جامعة الدول العربية وذهب بهيبة منصب أمينها العام وأضر بهيبة الإبراهيمي فهل ستسمح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بنقل عدوى الإفساد إلى الأمم المتحدة؟ مؤكدا أن الأغلبية العظمى من السوريين ترفض العنف والفوضى وتؤيد حلا سلميا سريعا للأزمة يحافظ على حقهم في الحياة والأمن والاستقرار والمواطنة والعدالة ويصون مقدرات بلدهم داعيا أطراف المعارضة الرافضة للحوار إلى أن تضع الأحقاد شخصية جانبا وترفض تنفيذ الأجندات الخارجية وتنخرط في الحوار الوطني وجد من أعد مسودة هذا المشروع وجد أنه من المناسب أن يتحدث باسم الشعب السوري ككل باسم ملايين السوريين ككل في الداخل وفي الخارج وأن يملي عليكم أن الممثل الشرعي للشعب السوري يجب أن يكون هذا الفصيل الصغير من المعارضة الخارجية وهي معارضة ولدت وترعرعت وتم تسمينها وتغذيتها في الدوحة في قطر إعلاميا وأما سياسيا فقد جرى الشيء نفسه في عواصم أخرى في المنطقة وخارجها مشروع القرار المطروح أمامكم لم يأتي على ذكر كلمة إرهاب ولا مرة واحدة ولكن سيد الرئيس قد يقول قائل بأن مطالبة مقدمي مشروع القرار بإدراج تلك المسائل في مشروعهم وإدانتها إنما هي مطالبة لا يمكن تلبيتها بطبيعة الحال لماذا؟ لأن بعض مقدمي المشروع سيدينون بذلك أنفسهم بأنفسهم نظرا لتورطهم حتى النخاع في كل تلك الأمور التي تجاوزت في صقف إجرامها الإرهاب نفسه لقد لفتنا عناية الجميع عدة مرات إلى دور جامعة الدول العربية الهدام الذي تقوده قطر والسعودية بالذات مع العضو الجديد في الجامعة تركيا إزاء ما يجري في سوريا بدءا من تلاعبها ببعثة المراقبين العرب وانتهاءا بقراراتها الأخيرة التي أعطت الحق لدول الجامعة بتقديم الأسلحة للمجموعات الأرهابية وهو ما يعتبر تمويلا ودعما للأرهاب وفقا للمعايير القانونية الدولية ذات الصلة هذا ناهيك عن أن هذه القرارات لا تتعارض فحسب مع الدور المناط بالمنظمات الأقليمية وفقا للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة بل من شأنها إذا ما طبقت توجيه ضربة قاسمة لإمكانية التوصل إلى حل سياسي للأزمة وهو بالضبط ما يسعى إليه بعض مقدمي مشروع القرار هم لا يريدون حلا سياسيا سلميا للأزمة السورية هم يسعون فقط وراء ما يسمونه بتغيير النظام بأي وسيلة كانت ويسمون ذلك لعبة آلام الشعب السوري واستقرار سوريا ومصير سوريا هو كله عبارة عن لعبة لقد تعاملت الحكومة السورية إيجابيا مع جميع المبادرات لحل الأزمة في سوريا سلميا وأنا أعلن من على هذا المنبر من جديد بأن الحكومة السورية جادة وصادقة في موضوع الحوار الوطني الشامل بقيادة سورية مع مختلف مكونات المجتمع السوري وكل القوى السياسية بما في ذلك جميع قوى المعارضة الوطنية الداخلية والخارجية والمسلحين الذين يرجحون لغة العقل على حمل السلاح وهناك ضمانات قضائية وأمنية حقيقية تكفل العودة الآمنة لقوى المعارضة الخارجية ومن بينها أعضاء ما يسمى بالإتلاف إذا ما رغبت هذه القوى بالمشاركة في الحوار الوطني والعملية السياسية أناشد جميع السوريين بأن يعو أن المطلوب خارجيا في بعض العواصم المعنية باستمرار سفك الدم السوري هو ترك الأزمة في سوريا تستمر كما هي حتى تستنزف قدرات بلدنا ويتم تدمير بنيته التحتية ونسيجه الاجتماعي بالكامل وسيكون الخاسر الوحيد عندها هو سوريا الوطن وسوريا الشعب ولن يكون هناك من رابح سوى من يروم السوء بهذه البلاد أود أن أؤكد للجميع بأن الحل الحقيقي للأزمة السورية لن يكون في نهاية المطاف إلا سوريا بامتياز وبقيادة السوريين أنفسهم مشاهدين